موسيقى طبعا هناك الكثير من الأوهام الشاعة بين الناس حول الأدوية النفسية تحديدها للأسف هذا مضر للكثير من الناس بحيث أنه يمنع البعض المراجعة الطبيب النفسي أو حتى المريض من تناول دواه أكبر وهم شاء أنه الأدوية النفسية تسبب الإدمان طبعا للأسف يعني الناس بابتعرف أن الطبيب النفسي هو اللي بيعالج الإدمان فهو معقول الأدوية النفسية هي لسبب الإدمان يعني طبعا كثير من الناس يعتقدوا أنه مثلا أدوية الاكتئاب المريض يتجنب مراجعة الطبيب لفترة طويلة أو إذا كان يعتقد أنه أو شخص له أحيانا المريض بيشخصه المرض معطيه الدواء نتفاجأ له بعد فترة وقف الدولة أنه حدق له أو قرأ بمكان ما أنه الأدوية النفسية تسبب الإدمان طبعا هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق إمكانوا المرضى تناول دوائهم بشكل طبيعي دون الخوف من الوقوع بفخ الإدمان هناك وهم آخر أنه الكثير يعتقدون دواء نفسي بطريقة ما بسبب الغموض حول الأدوية النفسية أنه الدواء النفسي ممكن يترك آثار أو تخريب للدماغ العكس هو الصحيح يعني يتبين أنه مثلا مرضى القلق الشديد أو الاكتئاب بتصوير الطبق المحور الوظيف للدماغ يصير هناك تراجع في بعض مراكز الدماغ فبالتالي بعد تناول الدواب يرجع الدماغ يستعيد نشاطه الطبيعي عادة الأدوية بشكل مبسط هي تعيد نسبة شيء موجود فينا بالطبيعة النواقع العصبية المسؤولة عن مزاج عن تفكير الدواء بعيد تنظيمها يعني هو لا يتدخل بالعملية بشكل مباشر هناك مثلا دائما اعتقاد آخر أنه الأدوية النفسية تسبب النعاس الشديد أو تسبب النوم كمان هذا وهم يعني فيه أدوية قد يكون لها هذه الوظيفة لكن كثير من أدوية أدوية الاكتئاب هي تعيد النشاط للمريض يستعيد تركيزه ونشاطه وطاقته وقدر يكمل حياته بشكل طبيعي وبالتالي أنا أتمنى من أي شخص سواء كان مريض يتناول الدواء أو لا يتناول أو أنه يأخذ المعلومة من مصدر الحقيقي يلجأ للطبيب حتى يسأل أنه هل هذا الدواء يسبب الإدمان أو لا يسبب الإدمان لأنه للأسف اكتشف أنه الكثير يأخذ المعلومة سواء من النت أو من مقالة قد تكون كاتبة شخص غير اختصاصي أو أحيانا من خلال الشائعات يعني بين الناس يتناقلوا الشائعات حول هذه الأمراض النفسية وحول الأدوية النفسية وبالتالي هذا يسبب ضرر ويعاقة للكثيرين يمنعهم من أنه يطلبوا المساعدة ويطول معاناة المريض مع المرض سواء كان هذا المرض اكتئاب أو قلق أو شيء آخر